فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله صدق الله العظيم الضار والنافع من أسم الله الحسن لكنهما لم يرد في القرآن الكريم بهذه الصيغة صيغة اسم الفاعل من أين تعرفنا على هذين الاسمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد هذان الاسمان الكريمان لم يرد بهذه الصيغة بصيغة الضار والنافع في القرآن الكريم اللي هي صيغة اسم الفاعل هي الضار اسم الفاعل طبعا الفاعل هي ضره ضر يضره والمصدر ضرا وضرا واسم الفاعل ضر وكذلك نافع نافع ينفعه فهو نافع أو نفعا المصدر فدائما في مصدر وفي اسم فاعل كما ورد في قولي تعالى حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرا له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هنا تلاقي في استثناء أنه نعم يصيبني الضر والنفع حين شاؤه الله سبحانه وتعالى فإذا وردت مادة الضار النافع كمصدر في العراف كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فهي وردت بالصيغتين صيغة المضارع وبصيغة المصدر إنما لم ترد في القرآن الكريم كما وردت مثلا خالق ورازق في الدلالات الأخرى لم ترد الضار والنافع طيب كيف يكون الله ضارا ونافعا في ذات الوقت؟ الدلالة هنا يعني أو أخذ اسم الفاعل اللي هو الضار والنافع من الفعل ليس هو الدلالة المباشرة بمعنى مثلا في حاجة اسمها دلالة النص وفي حاجة اسمها دلالة المفهوم النص والمفهوم 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 وهذا حاجة سهلة يعني 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 أحضر لك مثل وده يعني حينما تقول أربعة لفظة أربعة مثلا أربعة لفظة ده يدل على أن أربعة ده تكرار واحد أربع مرات هذه هي دلالة النص في محل النطق كما يقول الأصولين لكن يدل دلالة أخرى لازمة خارج عن دلالة النص دلالة مفهوم النص وهو أنه عدد زوجي يعني لفظة أربعة ما يدكش عدد زوجي إلا بدلالته المباشرة اللي هي دلالة اللفظ في النطق في محل النطق لكن يدك دلالة أخرى يستدعيها خارجية يستدعيها وهي دلالة المفهوم يعني لفظ النص كذا ومفهومه كذا ونفهم منه كذا نفهم منه كذا فأنا اللي عندي دلوقت ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا أملك النفس نفعا ولا ضرا دي لا تعطي بصيغة المضارع وصيغة المصدر أنه ضر ونافع بالمعنى المباشر الظاهري أسميه المباشر كويس لكن هم الوصولين لهم طبعا تعبيرات دلالة في محل اللفظ اللفظ ليه محل يدل على هو دل على أنه مضارع وأني لا يصح للناس أن يعبدوا ما لا يضرهم ولا ينفعهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا هل هذه الألفاظ تدل دلالة مباشرة في محل اللفظ هل تدل على أن الله ضر نفع لا إنما تستلزم شيء لو لم تفترض أن الله هو الضار والنافع عقلا لا بطلة هذه النصوص معناها يروح بقزيره صفر ليه؟ لأن حضرتك لو هو بيقول أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وهنا ما يصحش تعبدوا ما يضركم وما لا يضركم ولا ينفعكم طيب وفيه ضرر بيحصل ونافع عن سوء المين أنت قلت لي ما تنسبوش لنفسك ولا تنسبوا للأصناق وده محرم عليك أو يعني يعني هو ينحي باللائمة عليهم لو لم يكن هناك مستلزم آخر مفهوم للآخر النصو أن الضر النافع هو واحد لم أضلت هذه وأيضا الحديث لا يفهم فده يسموه دلالة المفهوم في دلالة النص ودلالة المفهوم والنصوص اللي عندي اللي هي في القرآن لا تدل دلالة مباشرة ما فيش دلالة للنص على أنه أن الله ضر النافع نصا ولكن للنص ملالة أخرى أسمى المفهوم يستلزم أن إذا كنتم يعني لا صح أن تعبدوا والنفس عليه وسلم يقول أنا لا أملك لنفسي إلا منفترض أن كلهم تبرأوا يعني هاهنا لوم وهاهنا اعتراف يعني إلا منفترض أن الله أو أن دار النافع أنه فيه دار النافع غير دول بطلة هذا الاستددامة أبو بكر بن العربي من علماء الأندلس كان له كتاب مفيد جداً بعنوان الأمد الأقصى عن أسماء الله الحسنى تحدث فيه عن النفع الذي لا ضرر فيه والضرر الذي لا نفع فيه ماذا يعني بكل منهما وما الفرق بينهما؟ هذه القضية يعني في دراسة العقائد وعلم الكلام والتوحيد قضية فصلت بين مدرستين كميرتين جداً مدرسة الأشاعر وهم دول مدرسة أهل السنة والغالبية العظمى ثم مدرسة المعتزلة وكثيرون كثيرون يعتقدون أن من الحين نقول معتزلة فهذا مذهب كافر أو مذهب يخرج من الإسلام خطأ شديد جداً هؤلاء مسلمون تماماً مثلهم مثل الآخرين فقط أنهم يدافعون عن العدل صفة العدل بالنسبة لله سبحانه وتعالى ويذهبون بها إلى أبعد مدى الآخرون يدافعون عن صفة القدرة الإلهية وأنها مصيدرة على هذا الكون وهؤلاء يستندون إلى آيات وهؤلاء يستندون إلى آيات إذن المسألة والإثنين صح يا مولاني والإثنين صح إثنين علماء وكثيراً وبخاصة حينما مثلاً أذهب إلى الغرب وأشعر أن أنا مطالب أن أتحدث ب لغة محايدة بعيدة جداً عن الأديان حقيقةً أرجع إلى المعتزلة لأن كثير من آراء الأشاعرة يستغربها الآخرون لأن ما عندهمش سعداد أن يفهموا أن إرادة الله مطلقة أو أن والله خلقكم وما تعملون طبعاً لا يستوعب وبالتالي يعني يتمرد على النص لأن هذه النصوص تحتاج إلى عمق في فهم قدرة الله سبحانه وتعالى فالمعتزلة يعني يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح طيب القبيح وأن ما تحكموا به وذلك مسألة إسلامة مسألة الحسن والقبح الحسن والقبح معلاش أنا أضلت قليلاً لا أبد الحسن والقبح يعني من الذي يجعل الفعل حسناً والفعل الآخر قبيح ها هنا معركة المعتزلة يقولون الفعل الحسن فعل حسن بذاته والقبيح قبيح بذاته طيب معنى ذلك أن الشرع هل الحسن والقبح قبل ورود الشرع يقولون نعم قبل ورود الشرع الشرع يأتي فيرى سلسلة الأفعال القبيحة أمامه فيحرمها ويرى سلسلة الأفعال الحسنة فيقرها يقرها ويأمر بها أمراً على سبيل الوجوب على سبيل الندم على سبيل السنة إلى أخ لكن كل من هذه القائمة وهذه القائمة حسنها أو قبحها من ذاتها ولذلك عندهم نحفظ دائماً الحسن والقبح الذاتي يعني ذاتي في الأفعال لا يتصور الفعل إلا معه صفته حسناً أو قبيحاً دول المعتزلة دول المعتزلة ومن هذا القبيل حيقولوا ما ينفعش معنا الضر والنافع بشكل مطلق لأن الضر مطلقاً يعني بس نشوف السادة الأشاعرة قالوا أنتم واهمون أيها المعتزلة لأن الحسن أو الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع تليم عبارة جميلة الحسن ما قيل فيه افعلوه والقبيح ما قيل فيه لا تفعلوه فإذن ويقولون إن الأفعال قبل ورود الشرع لا صفة لها سواء حسن أو قبيح حسن ما تعرفهاش ولولا أن الشرع هو الذي يعرفك هذا وخاصة فيما يتعلق بالشرع وعكام الشريعة والعبادات يعني مثلاً الشرع هو الذي وصف الأفعال الشرع هو الذي يأتي فيقول لك هذا الفعل أنهاك عنه فتعلم أنه قبيح لأن الشرع هو الذي أعطاه وصف القبح فيحرم أو أعطاه وصف الحسن فيحل ولذلك يعني الأشاعر يقولون لما حرم قبح بعد تحريمة بعد تحريمة الآخرين يقولوا لما قبح حرم على العكس على العكس أماماً لما جاءوا لقاء قبيح حرم فإذن عندي أنا مدرسة حقيقة مدرسة الأشاعر قوية في هذا الموضوع ولكن مثلاً خد عند حضرتك هم يقولون الحسن يعني لا ينقلب الفعل الحسن إلى فعل قبيح ولا القبيح إلى فعل حسن نعم بشوف عندك دلوقتي العالم كله متعارف العالم الغربي طبعاً على أن الزنا حسن مباح مباح فهل هذا يعني أنه فعل حسن؟ فعلاً يعني أنت يا معتزلة بتقولوا أنه لا ينقلب ممنوع الإنقلاب في الأفعال طبعاً أجمع العقل الغربي كله على أنه دا حسن فهل دا نؤمر به؟ هل دا ينقلب؟ وكل مثل ذلك في أمور كثيرة جداً في الربا وأكل أموال الناس بالباطل والسيطرة على الناس والاستعمار كله دا حسن عندهم وله وزرات وكذا وكذا هل أنا أقيمه بأنه دا فعل قبيح قلب إلى فعل حسن؟ وأنتم تمنعون الإنقلاب فإذن ما حرمه الشرع هو القبيح وما حسنه الشرع هو الحسن طيب نطلع من دا بإيه؟ يقولون أن يعني الضرر بهذا الوصف يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه في حقيقته هو ضرر له منافع اللي هو في المآل اللي هو في المآل في المآل ولابد حتى ولذلك ما يسموها مسألة العوض أصل عندهم الحسن والقبح مسألة الإيلام ومسألة العوض ومسألة الآجال دي كلها في باب معين فإذن عند هؤلاء المعتزلة أن الضرر اللي هو بمعنى الآلم وكذا 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 لا يمكن أن نصف به الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان في مقابل عوض فهنا يكون في حقيقته ليس ضرراً وإنما ضرر مؤقت بعد ذلك ينقلب إلى نفع إلى نفع طيب وأنت يا شاعر يقولوا إحنا المسألة محلولة عندنا مسألة أولاً أنت عندك أن الله سبحانه وتعالى هو خالق حتى خالق أفعالنا من المصنة الأخرى خالق أفعالنا الله سبحانه وتعالى أنا أفهم كلمة ضار في إطار أنه سبت له العدل وأنه حرم الظلم على نفسه وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي واجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا فإذن تفهم لازم تفهم الضار النافع مع العدل الذي لا يظلم تطلع النتيجة في الآخر أنه سواء عرفت حكمة هذا الضرر أو لم نعرف فهو حسن من الله سبحانه وتعالى فإذن أهل السنة جميعاً يقولون أن الضرر يعني قد يكونوا لنفع وإذا لم نكتشف حكمة النفع فيه فهناك حكمة خافية لكن يجوز لأن الله لن عند الضمان أنه لا يضرها كذا بدون ضوابط العدل وعدم الظلم وكذا وكذا حضرتك تحدثت على أبو بكر بن العربي وطبعاً من كبار العلماء وله كتاب العمد الأقصى هو يقول أن ما يصيب الإنسان من ضرر في الدنيا هو لا يسمى ضرراً إلا إذا سميت الدواء ضرر لأن الله سبحانه وتعالى يضر الإنسان وطبعاً ينفعه يضره لمصلحته قال نحن دي منتهيين منه لكن لا أسميه الضرر إنما يعني الضر هنا بمعنى ألحق به ما يتألم به فقط إنما هذا ليس ضرراً بمعنى أنه عمل قبيح لا يصح أن يصدر من الله سبحانه وتعالى ذهب المعنى السلبي للضرر أو ذهب المعنى السلبي للضرر طب إيه الضرر عندك الحقيقي يا شيخ الجليل يقول الضرر الحقيقي هو هو العذاب النار دخول العذاب النار هذا هو الضرر الحقيقي والنفع الحقيقي دخول الجنة وربنا هنا بهذا المعنى نعم يضر وينفع لكنه يضر المستحق لأن الذين كفروا يستحقون العذاب والمؤمن أيضاً يستحق السواب فإذن لا معنى لأن نفهم أنه ضر في الدنيا بمعنى أنه يعني يلحق الأذى بوصف أن هذا الأذى قبيح فعله إنما الضرر الحقيقي والنفع الحقيقي ليس ما يحدث في الدنيا وإنما ما يحدث في الآخرة وكل من أهل الجنة وأهل النار يستحقون هذا فهو فعل ما يستحقون يعني هو ضرهم بما لن يستحقون الضرر ويستحقون النفع هنا ممكن أطلق على الله سبحانه وتعالى أنه ضر بمعنى الألم إله من الغير لكن لأن الغير يستحق هذا الإله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النفع الذي لا ضرر فيه ونعوض به من الضرر الذي لا نفع فيه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجمال أزهر ورئيس مجلسي حكمان مسلمين سنواصل الحديث عن اسم الله تعالى الضرر النافع في الحلقة المقبلة بإذن الله أحباءنا الكرام إلى أن نلتقي مجدداً مع الإمام الطيب نترككم في رعاية الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر